لم يكن باتريك كاميرت دبلوماسيا بما يكفي لمجاملة قادة ميليشيات الحوثية فكان نصيبه الخروج من الأزمة اليمنية مستقلة هكذا تشير الأحداث التي تسارعت ووصلت إلى حد تصفية كاميرت جسديا وانتهد الأحداث على خير بتقديمه للاستقالة بعد أن وصل تحريط الحوثي حدا وتحديا غير مسبوق تصعيد الحوثي ضد باتريك كاميرت قابلته الأمم المتحدة ببرود شديد بل أنها لم تصر أي بيان ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية كما أن لغتها كانت تعتمد في اختيار مضامين تحمل عددا من التفسيرات كالحديث عن خيبات الأمل دون تحديد المعرقل والإشارة بتضيع فرص السلام دون ما تحديد من يضيعها تخبط أممي سبق راحل كاميرت فقد حاولت الأمم المتحدة جاهدة نفي استقالته ومكذبة وسائل الإعلام ومضيفة أن كاميرت يواصل عمله ولم تنطي ساعات حتى غادر كاميرت مهمته المكلفة بها والإقلاع من اليمن عبر مطار صنعاء ولم ينتظر حتى تعيين البديل على قاعدة لا دخان إلا بنار هناك عدد من الروايات التي تشرح كواريس استقالة باتريك كاميرت الذي رفض أسلوب مراضات الحوثي عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وأشارت مصادر الحكومية عن اطلاعها على خلافات نشبت بين كاميرت وغريفث إثر مصرحية تسليم الحوثي ميناء الحديدة الذي رفض رئيس فريق لجنة الانتشار القبول بتمرير هذه المعزلة بين هذا وذاك يبدو أن الرياح الأممية وعدم وضوح المواقف الدولية في تفسير مظامين اتفاق السويد هي من تتسبب في إفشال سفينة السلام في اليمن بل وتوسع دائرة اتهامات غريفث الذي تشير الأحداث إلى محاباته ميليشيات الحوثي التي تتعبث حاليا باتفاق السويد ووقف إطلاق النار في الحديدة وترفض الانسحاب من موالي المحافظة الثلاثة على صعيد التطورات ولملمة ما يمكن جبرو ضرره تعمل الأمم المتحدة على ترشح الدنماركي مايكل لوليسيغراد إلى مجلس الأمن الدولية هذا الأسبوع ليحل محل الجنرال كاميرت كرئيس للجنة تنسيق أعادة الانتشار في الحديدة